موسيقى بتعاون مع مجموعة من الإخصائيين والخبراء الجزائريين والكنديين في مجال الطيران نظمت الطبع الأولى للندوى الجزائرية الكندية حول مكافحة حرائق الغابات بوسائل جوية أين كانت المناسبة لعرض الاستراتيجية الجزائرية في المجال نحن نحن نطتقل الوطنة الكنديين والجوابع في المجال قد يتبع من الإخصائي أننا نحن نحن نعائل لكي تتعاون إلى مجال ورهما تصبحها نحن 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 نعائل من الوطنة الكنديين هذه السياة نحن نقوم بسجارة البعضي في المجال ونحن نحن 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 نشاهد من الأسر تقلق الأمع مليار دينار ce qui est une excellente nouvelle pour nous. Nous avons demandé aussi des financements par rapport à l'élaboration de ce qu'on appelle des plans d'aménagement des forêts et des plans de gestion تعد كندا من البولدان التي لديها خبرة كبيرة في مجال مكافحة حرائق الغابات بالنظر لطبيعتها الجغرافية والوسائل التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها لسيما في المجال الجوي وهي الخبرة والإمكانيات التي يمكن للجزائر الاستفادة منها. Plusieurs chemins sur lesquels nous travaillons ensemble. Nous avons des programmes de coopération assez profonds dans plusieurs domaines. Mais celui-là, je dirais que ça prend une importance fondamentale. Et l'effort de l'OCDC a d'identifier les besoins âgériens, les capacités et les expériences qui sont unique à chacun de nos pays. المساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة حرائق الغابات في الجزائر هو ما يسعى إليه اللقاء للخروج بتوصيات هدفها حماية الأرواح البشرية والغطاء النباتي على حد سواء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر